أهلا بكم من جديد بالأمس اختتمت المناورات الصينية والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام بهدف محاكاة تطويق جزيرة تايوان وهذه التدريبات واجهت تنديدا من الولايات المتحدة التي دعت إلى ضبط النفس ولم تتأخر في الرد على المناورات الصينية فاليوم بدأت الولايات المتحدة والفلبين تدريبات عسكرية تعد الأكبر منذ أكثر من ثلاثين عاما هذا في عرض رفيع المستوى للتحالف المتجدد والذي يأتي ضمن سعي البلدين إلى التصدي لنفوذ الصين في المنطقة التدريبات التي ستستمر حتى الثامن والعشرين من أبريل الجاري تضمنت مشاركة أكثر من سبعة عشر ألف عسكريين بينهم نحو إثني عشر ألف جندي أمريكي إضافة إلى خمسة ألاف جندي فلبيني وهو ما يمثل ضعف العدد المشارك في مناورات العام الماضي هذا بحسب موقع أكسيوس اللفت في الأمر أيضا أن هذه التدريبات ستتضمن وللمرة الأولى إطلاق نار بالذاخرة الحية في بحر الصين الجنوبي والذي تدعي بكين سيادتها عليها فضلا عن هبوط مروحيات عسكرية في جزيرة فلبينية تبعد نحو 300 كم من تايوان هو من تقدته الصين في المقابل وحذرت من التدخل في نزاعات بحر الصين الجنوبي أو في إلحاق الضرر بسيادتها وحقوقها البحرية ومصالحها هذا فيما أكد الرئيس الفلبيني أن بلاده لن تسمح بأي أعمال هجومية من القواعد التي أتيح استخدامها للقوات الأمريكية هذا أضاف أن رد فعل الصين ليس مفاجئا لكنه طمأن في الوقت نفسه بكين من أن مانيلا تعمل فقط على تعزيز دفاعها الإقليمي هذه التحركات الأمريكية تأتي بتزامن مع إعلان القيادة الاستراتيجية للولايات المتحدة بدأ اختبار جاهزية نووية سنوية بمشاركة المملكة المتحدة وبهدف تعزيز الاستعداد النووي وضمان قوة ردع استراتيجي آمنة وموثوقة وسط توطر متزايد مع روسيا وغموض بشأن مصير معاهدة ستارت النووية نتعرف بداية إلى استراتيجية الردع النووي للولايات المتحدة الأمريكية منع استخدام الأسلحة النووية أو تدمير العدو على هذا بنات الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجيتها للردع النووي لكن هذه الاستراتيجية تتقلب باستمرار حسب كل إدارة والمناخ الجيوسياسي فيما ظلت السياسة المركزية دون تغيير نسبيا تنص الاستراتيجية النووية على أن الولايات المتحدة لن تستخدم الأسلحة النووية إلا في المواقف المتطرفة للدفاع عن مصالحها ومصالح حلفائها وعلى مر السنين تغيرت الرغبة من إحداث أكبر قدر ممكن من الضرر إلى إحداث الضرر للحكومات أو القوات العسكرية للخصم من أجل تقليل مخاطر حدوث هجوم النووي أنشئ الثالوث ويتكون من صواريخ بحرية وجوية وأرضية هدفها اكتشاف الهجمات وتوفير التخطيط النووي التكييفي تتبع واشنطن أيضا سياسة الإطلاق عند التحذير إذ تسمح للقادة بإطلاق سلاح نووي في حالة الهجوم وهو إجراء مثير للجدل مع إمكانية وجود خطأ في التحذيرات جانب من الردع النووي الأمريكي هو تقليل عدد الدول النووية وبذلك توفر ردعا موسعا عبر مظلة للحلفاء في أوروبا وأسيا والمحيط الهادئ الموعد تغير هذا العام لكن الأهداف لم تتغير الولايات المتحدة وهي إعلان مقتضب فيه كشفت عن بدء نسخة جديدة من مناورات Global Tender 23 مناورات الرعد الدولي التي تتخصص بالأسلحة النووية على وجه التحديد ما الجديد في هذه النسخة هذا العام؟ قبل كل شيء لابد من أن نذكر أن الولايات المتحدة تحرص على تنفيذ هذه المناورات سنويا واعتبارا من عام 2014 ففيه كانت النسخة الأولى من هذه التدريبات هذا العام خلافا لما سبق من أعوام قرر الأمريكيون تنفيذ مناوراتهم النووية في الحادي عشر من أبريل لمدة عشرة أيام هم الذين كانوا يجرونها عادة نهاية شهر أكتوبر وحتى بداية نوفمبر أما الغرض منها فهو كالمعتاد تقييم جاهزية القوات النووية وقوات الردع الاستراتيجي وكذلك الجاهزية العملياتية المشتركة بحسب ما أكدت القيادة الاستراتيجية للولايات المتحدة في بيان مختصر شددت فيه على أن المناورات هي اعتيادية تنفذ كل عام ليست ردا على تصرفات دولة بعينها بالعموم فإن القيادة الأمريكية تحرص على بقاء معلومات هذه المناورات بعيدة عن التداول لكن التقارير تفيد أنها تنفذ داخل الأراضي الأمريكية بعضها أيضا ينفذ ضمن أراضي الحلفاء وعلى ذكر الحلفاء دعوني أشير هنا إلى أن بيان القيادة الاستراتيجية الأمريكية أكد أن بريطانيا ستشارك في نسخة هذا العام من المناورات فيما أفادت بيانات أخرى أن كوريا جنوبية وأستراليا والدنمارك وكندا شاركت في نسخ سابقة منها أما الأمريكيون فيصفون مناورات جلوبل ثاندر بأنها مناورات وسعة النطاق تشمل العمليات الفضائية وعمليات الفضاء الإلكتروني إضافة إلى الحرب الإلكترونية المشتركة وأيضا الضربات العالمية والدفاع الساروخي والاستخبارات إذن الأمريكيون يريدون من هذه المناورات القيام بمحاكاة التصدي لأخطار نووية حقيقية ناهيك عن اختبار القادفات النووية والتحقق من مرونة الثالوث النووي الذي يشمل الأسلحة البرية والبحرية والجوية وكذلك اختبار وتجهيز الصواريخ العابرة للقارات تعاون دفاعي منذ عقود يربط الولايات المتحدة والفلبين نرصد أوجها هذا التعاون وبشكل مفصل في هذا التقرير في إطار جهود الولايات المتحدة لإعادة توجيه مواردها باتجاه المنطقة أعلنت واشنطن ومنالا مؤخران اتفاقا يمكن الجيش الأمريكي من استخدام أربع قواعد عسكرية جديدة في هذه الدولة التي يفصلها مضيق بحري عن تايوان وفي إطار الاتفاق خصصت الولايات المتحدة 82 مليون دولار لتحسين البنية التحتية في خمسة مواقع حالية متضمنة في اتفاقية تعاون دفاعي المعزز وتوسيع جهودها العسكرية لأربعة مواقع جديدة ويربط البلدان تحالف أمني منذ عقود يسمح للقوات الأمريكية بالوجود في خمس قواعد فلبينية بما فيها ذلك القريبة من مياه متنازع عليها كما يسمح للجيش الأمريكي بتخزين المعدات والإمدادات الدفاعية في تلك القواعد وفي الأوينة الأخيرة كثفت القوات الأمريكية ووسعت نطاق التدريب المشترك الذي يركز على الاستعداد القتالي والإسجابة للكوارث مع القوات الفلبينية على الصحر الغربي للبلاد الذي يواجه بحر الصين الجنوبية أرحب هنا بضيوفي عبر تطبيق زوم من واشنطن أرحب بسيد جوزيف بوسكو مسؤول ملف الصين في مكتب وزير الدفاع الأمريكي سابقا من بيكين أرحب بالأستاذ نادي رونج الكاتب الصحفي في مجموعة الصين للإعلام أهلا بكم معنا وأبدأ النقاش معك أستاذ جوزيف دعنا بداية ربما نحلل ونقرأ في توقيت إجراء هذه المناورات يعني هي تأتي مباشرة بعد المناورات الصينية وأيضا بعد زيارة رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة الأمريكية مدللات ذلك يعني حتى ربما لكونها أكبر مناورات من نوعها منذ ثلاثين عاما أيضا من حيث الأعداد المشاركة يعني هي تمثل ضعف الأعداد التي شاركت العام الماضي صحيح على الأرجح هذه المناورات والتدريبات مخطط لها منذ وقت بالمناسبة وليست وليدة اللحظة إذن بعد بناء القواعد يبدأ التخطيط للتدريبات والمناورات لا أعرف متى تم التخطيط لها بالضبط ولكن أصدقوني لم يتم التخطيط لها لا خلال 24 ساعة ماضية ولا إسبوع ماضي إذن ولكن طبعا هي مرتبطة بالتطورات في تلك المنطقة نعرف أن التوترية تصاعد في المنطقة خاصة بعد التحركات الصينية وتصريحات بشأن سياساتها التي أثارت المخاوف لن أخفيكم هذا الأمر مما جعل الغرب خاصة الأولايات المتحدة حريصة على دعم الدول في المنطقة في حال وأقول فقط في حال كان هناك أي عدوان من الصين الصين تهديد ويبدو أن الصين تخطط لشيء ما لا نعرف خاصة ضد تايوان مثلا نعم قبل أن نعلق على هذه النقطة الأخيرة التي انتهى عندها إذن سيد جوزيف على أن الصين تخطط لشيء ما ويخص تايوان سيد جوزيف دعنا بداية أستاذ نادر نتحدث عن هذا العرض يعني وصف بأنه رفيع المستوى لتحالف أمريكي فلبيني المشاركة هي بضعف العدد لمشارك في العام الماضي وهو بعد يوم واحد فقط من اختتام الصين للتدريبات الخاصة حول تايوان مدللات ذلك أو كيف تنظر الصين إلى هذه المناورات وإلى حجمها تحديدا أهلا ومرحبا لكم هذه المناورات كما أكدت متحدث باسم رزارة الخارجية الصينية بأنه لا يجب على الولايات المتحدة أو هذه المناورات تدور بمصالح الصين فالصين طبعا لا تعارض التعاون بين المختلف الدول في المنطقة ولكن يجب أن لا تدور هذا التعاون بمصالح الصين في هذه المنطقة وإذا كان هناك أي تجاوز في هذا الخط فالصين أيضا ستتخذ إشراءات المدادة لها وباقب الصين كذلك بتدعو إلى عدم التسليح أو عدم دخول في السباق التسلح في هذه المنطقة وترى أن هذه المنطقة يجب أن يكون منصة للتنمية والتطور وليس منصة لمنافسة جيو سياسية نعم لكن سيد جوزف قبل قليل تحدث على أن الصين تمثل تهديد فيما يخص تايوان وهذا ليس بالشيء الجديد هل هي مناورات ربما لديها رسالة فيما يخص ذلك وفيما يخص ربما القوة والقدرة الأمريكية الفلبينية المتحالفة بوجه هذا التهديد الصيني طبعا لا يمكن أن نقول التحديد لتايوان لأن التايوان لا يتجاز من الأراضي الصينية ما تقوم بها الصين هو اتفاع عن سيادة الوطن ووحدة أراضيها وسيادة الصين على الجزيرة تايوان هذا معترف بها دوليا هناك قرارات مجلس والأمم المتحدة يعترف بذلك وكذلك حتى الولايات المتحدة يعترف بسيادة الصين على الجزيرة تايوان ما تريد أن تفعل الصين هو أن يجب معي استقلال تايوان وكذلك معي الانفصاليين في تايوان وتوضعهم بقوة معقوة الخارجية دائما لهم يجري الاستقلال ومع الفصل تايوان عن الصين نعم سيد جوزيف لكن ما أهمية تعزيز الولايات المتحدة لهذا التحالف مع الفلبين في المجال العسكري والأمني وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على بحر الصين الجنوبي الذي تطلع عليه الفلبين والصين أيضا هذا التحالف له أهمية كبيرة الولايات المتحدة وعلى مدار عقود كانت لديها قواعد عسكرية في الفلبين أنا نفسي كنت في البحرية الأمريكية وزرت الفلبين عدة مرات مع القوات البحرية وعلى مدار فترات طويلة لم يكن هناك تواجد أمريكي بتلك المنطقة ولكن بعد أن أصبحت الصين قوة مستفزة في المنطقة وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية بالتفاوض على اتفاق مع الفلبين والصين ولكن للأسف لم توافق الصين على ذلك الاتفاق ما حدث هو أن الفلبين بدأت تراجع نفسها ورأت أنه من المنطق أن يكون لها دعم أمريكي خاصة إزاء هذا التوسع الصيني الصين غاصت في بحر الصين الجنوبي بأكمله شرقا وجنوبا وشمالا وعرضا طولا ولذلك كان من الطبيعي أن تبحث الدول عن هذه التحالفات ورأينا أن مزاعم الصين ليست منطقية أيضا في بحر الصين الجنوبي بالنسبة لتايوان فإن جمهورية الصين الشعبية لم تسود جزيرة تايوان أبدا ولم تحكمها أبدا لذلك لا أرى شرعية في مزاعم الصين الولايات المتحدة تناصر كل التسويات السلمية بين الصين وتيوان بما يصب في مصلحة الشعب التايواني أما فكرة أو مبدأ أن الصين تزعم بأن لها حكم مطلق على تايوان هذا ليس حقيقيا حتى يشبه مزاعم روسيا إزاء أوكرانيا ما تحاول الولايات المتحدة تحقيقه هو أن يعم السلام والهدوء المنطقة ومساعدة الحلفاء والأصدقاء على الاستعداد للدفاع عن نفسهم إزاء أي تهديد حتى يردع ذلك الصين عن شن أي خطط عدائية أو الاستيلاء على أي جزر بشكل غير شرعي وطبعا كان هناك حديث عن عدم تسليح هذه الجزر ولكن رأينا العكس قامت الصين ببناء قواعد عسكرية هناك وبناء حتى الجزر إصطناعية في البحر الجميع متفق على أن التهديد الصيني في تزايد والأمر ليس محط جدل ولا نقاش حتى لا يوجد حتى مساحة للاختلاف في الأراء بشأن ما يحدث الجميع يرى بأم عينه ما تقوم به الصين وعلى الدول أن تستعد للدفاع عن نفسها نعم سيد جو نادر هنا يعني التدريبات لأول مرة كما تبعنا شهدت إطلاق نار بالذخيرة الحية وفي بحر الصين الجنوبي يعني بيكينتو طالب بالسيطرة عليه بصورة شبه كاملة يعني هنا هل يمكن أن نتوقع رد فعل صيني على ذلك طبعا هناك بعض هناك سيادة الصين على الجزر في البحر الصين الجنوبي فكذلك أريد أن أؤكد أن تايفان هي أيضا جزء لا تأجز من الأراضي الصينية يعني القول ليس صحيح بأن لا يوجد الحكم على تايفان من بكبرتين الرئيسي تقبل أكثر من سبعين عاما هناك في التاريخ هناك الحكم التامل للصين للبرتين الرئيسي على الجزيرة تايفان وكذلك إعلان الحكومة الأمريكية التي قامت على قد الدبلوماسيات مع الصين مكتوب في الإعلام بأن تايفان هي جزء لا يتجزء من الأراضي الصينية التحديدات الصينية التي أمنى هذه المنطقة بل مسألة السيادة وكذلك التوحيد وكذلك أكدت الصين مرانا تكرارا أن التامية أنها تتمسك بتامية سلمية وأن إزداد القواتها المسالحة القوة الوطنية العسكرية هو زيادة للقوة الدعمة للسلام والصين لا تنفي أي استعمار أو ليس لها أي تاريخ استعمار ولا يريد أيضا لم يحتال أي شبر من أراضي الدول الأخرى النظريات التحديد الصينية فهذا ليس نظريات وقعية سيد جوزيف أيضا أريد تعليقك على موضوع تدريبات الاستعداد النووي التي تجريها الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2014 يعني ما الذي يميزها هذه السنة خاصة وأن الولايات المتحدة وروسيا أوقفت العمل أو الالتزام بمعاهدة نيوستارد النووية هل ذلك له علاقة أم هي مجرد إجراءات روتينية أعتقد أن هذه التدريبات النووية أصبحت ملحة أكثر الآن وهذا ما اختلف بشأنها خاصة مع التهديد الروسي والصيني ورأينا كيف أن هناك تصريحات من جانب الدولتين بشأن استخدام الأسلحة النووية في حالة المواجهة تحدث بوتين ثلاثة أو أربع مرات عن استخدام الأسلحة النووية ليس كذلك ضد أوكرانيا وبالتالي فرأينا أيضا مسؤولين صينيين يصرحون بتصريحات مشابهة خلال السنوات الماضية تحدث أحد الجنرالات عن استخدام أسلحة نووية وبالتالي فإن الولايات المتحدة وبعد سنوات من الاستماع إلى هذه التهديدات وعدم أخذها على محمل الجد قررت الآن أن تأخذها على محمل الجد وبالتالي رأت أنه من الحكمة رفع مستوى القدرات النووية وتحديثها والعمل مع الحلفاء على القيام بنفس الشيء من جانبهم من أجل ردع أي محاولات سواء من قبل السين أو روسيا أو حتى كوريا الشمالية وإيران أيضا لا تنسوا إيران التي هي قريبة أو اقتربت من تطوير سلاح نووي لذلك رأت الولايات المتحدة أنه من الضروري الآن أن تكون هناك تدريبات نووية محدثة ومتطورة جاهزة فقط للدفاع أو للردع ضد أي عدوان أو غزو أو ضد أي دولة مثلا تحاول استخدام أسلحة نووية من جانبها لذا قامت الولايات المتحدة بالاستعداد الآن من أجل ردع أي من هذه المحاولات والتي نأمل طبعا أن تنتهي بتسويات سلمية وأن لا يحاول أي طرف أخذ مثل هذه الخطوات أبدا أشكركم جزيلا على المداخلة معنا سيد جوزيف بوسكو مسؤول ملف الصين في مكتب وزير الدفاع الأمريكي سابقا من واشنطن شكرا لضيفي من بيكين سيدنا ديرونج الكاتب الصحفي في مجموعة الصين للإعلام شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر